في يناير هقول لكم دلوقتي صفقات نادي الزمالك المحتملة بعد فك حظر القيد تعال نشوف دي الاسماء المحتملة اول واحد عبدالرحمن قسامة شيكا لعب وسط الانتاج الحرب المعارض لطلاق الجيش وقع العقد مع نادي الزمالك يمتد الاربع مواسم ونصف ونجح الزمالك في الاتفاق مع الانتاج الحربي على قطع عارض اللاعب مقابل نسبة من دي من الصفقة لنادي طلاق قال الجيش دخل صان عبدالرحمن شيكا بقى فيه اتنين شيكا في الزمالك ناصر ماهر لعب مودرن فيوتشر اتفق على كافة البنود الشخصية مع الزمالك ومن المتوقع ان يوقع على عقد لمدة موسمين والمفاوضات حتى الان جارية بين الزمالك ومودرن فيوتشر من اجل اتمام الصفقة بشكل رسمي وقد يدخل محمد طارق لعب الزمالك في الصفقة لإقناع فيوتشر بالموافقة على رحيل ناصر اللاعب الثالث رمضان صبح الزمالك ما دخلش في مفاوضات مع رمضان بشكل مباشر لكن من خلال وسطاء وبلغ اللاعب المكرمين منه ان رغبته الاولى هي الاحتراف الخارجي حال رحيله عن براميد وبتالي صرف الزمالك النظر عن دخول في مفاوضات مباشرة معه وان كان لزمالك الزمالك متمسك بالفكرة يعني صعبة جدا مجدبش عليكم يعني بس الزمالك ما زال لديه الامل في هذه الصفقة عبدالعزيز البلعوطي حارس مارما امبي عمل جلسة مع احمد سليمان المشرف على الكرة في الزمالك واتفق على انتقال القلعة البيضاء والتوقيع على عقد يمتد الى ثلاثة مواسم وسيدخل الزمالك في مفاوضات مباشرة مع امبي مستغلا رغبة الحارس في الانتقال للنادي اللعبية تمهيدا لاتمام الصفقة بشكل رسمي لعب اخر هو محمود صابر الزمالك اتفق على ضم اللعب وهيوقع على عقد للمدة موسمين مقابل انتقال الحارس محمد صبحي إلى براميدز وهو مبلغ مالي وتم الزمالك اتفاقه مع براميدز بالفعل وتم قطع اعارة اللعب لنادي زد تمهيدا لاتمام الصفقة بشكل رسمي عند الاتفاق على المبلغ المالي الله سيدفعه نادي الزمالك لنادي برامنس محمد شحاتة لعب وسط نادي طلع الجيش لديه رغبة قوية في الانتقال الى الزمالك وعمل جلسة مع حسين السيد عضو مجرس دارة نادي الزمالك ويوقع العقد منتده تلات مواسم والزمالك هيدخل في مفاوضات مباشرة مع طلع الجيش خلال ايام القادمة احمد محمود لعب الزمالك زهير ايمن الزمالك المعارل بجونة هيسعى الزمالك لقطع الاعلى مقابل انتقال محمد اشرف روءة وناصر منسي للجونة في ظل حاجة الزمالك لزهير ايمن بسبب توظيف حمزة المسلوسة كقلب الدفاع وتمن اتفاق على انتقال روءة للجونة ولكن يتبقى حسم اتفاق انتقال ناصر منسي حتى يتم حسم الصفقة بشكل رسمي دي الحكاية بتاعتنادي الزمالك